اشتركوا في القناة وإصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوق هذه الفئة العزيزة في المجتمع البحريني مشيرا إلى أن التشكيلة الجديدة لللجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزز مفاهيم الشراكة الاجتماعية الفاعلة كما ورح بحميدان في الوقت ذاته بأعضاء اللجنة مؤكدا على المسؤولية المنوطة بهم وضرورة أن تسهم اللجنة في تيسير حياة ذوي العزيمة في المملكة البحرين وإفساح المجال لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في البناء والتنمية مع توفير خدمات الرعاية والتأهيل والتعليم والتدريب للأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة وذلك بما يعكس الاهتمام البالغ الذي تليه الحكومة الرشيدة لهذه الفئة من المواطنين وبحث الاجتماع موضوعات عديدة أبرزها تحديد أولويات اللجنة للسنتين القادمتين وكان من ضمنها اعتماد خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في خلق الفرص وتحديد الأولويات لجميع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على تشجيع العمل الأهلي ضمن رؤية وطنية محددة للتكامل مع الجهات الحكومية بما يخدم مملكة البحرين والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى العمل على تكريس مصطلح ذوي العزيمة لفئة ذوي الإعاقة لما يلقاه هذا المصطلح من صدى إيجابي وقبول واسع في المجتمع بما يعكس ما يتمتع به أصحاب عزيمة وإيجابية